اشتركوا في القناة والتسبب له باصابات بالغة وافادت صحيفة الديلي ميل البريطانية بان كور اصيب بالازعاج من تصرفات الفتى ترايفون الذي لا يتجاوز عمره السبع سنوات داخل صفه فاقدم على رميه بعنف نحو الحائط الامر الذي ادى الى اصابة الطالب بكسور في الفك والاسنان فضلا عن كدمات اخرى في جسده استدعت نقله الى المستشفى حيث حاول كور في بادي الامر نفي التهمة الموجهة اليه مشيرا الى ان ترايفون القى بنفسه على الحائط لدى محاولة طرده من الصف الا ان اللقطات المصورة من كاميرات المدرسة اكدت انه المسؤول عن هذه الحادثة والجدير ذكره ان الموقوف يواجه عقوبة السجن التي قد تصل الى 85 عام بتهمة اساءة معاملة طفل وتعريض حياته للخطر